اهلا بكم احباء الكرام في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن كتب القراءات والفصول عند السوريان والأقباط والأحباش وغيرهم بألسيناتهم كالقريانة والأدبية ومصحف صلوت وبالتالي من الطبيعي أن يكون للعرب المسيحيين قبل الإسلام نظاما كنسيا يحدد القراءات والصلاوات والابتهالات والترانيم لكل طائفة أو مذهب تتلو أوقات القداس الإلهي مكتوبة في كتاب مثل هذه الكتب التي ذكرناها ولكن بلسان عربي مبين أو شفاهيا تقليديا محفوظا في الصدور وبما أننا لم نعطر على أي وثيقة تؤكد وجود هذا الكتاب فالطرح الثاني هو الأكثر ترجيحا وهو أن ظهور القرآن في القرن السابع الميلادي ما هو سوى استدراكا بتوحيد وتوثيق كتاب الفصول والقراءات بلسان عربي مبين وكما قلنا في الحلقة الماضية فليس من المستغرب أن يعيد القرآن ويكرر 12 مرة أنه بلسان عربي مبين لو لم يكن تقليدا واستمرارية لهذا النظام الكنسي المعروف فلو كان كما يعتقد الآن كل المسلمين أنه كتاب سماوي نزل على محمد بن عبد الله بواسطة الروح الأمين بلسان عربي مبين ومؤسسا لعقيدة جديدة وديانة توحيدية لكل العرب لما التفت لما هو بديه أي أنه بلسان مكتوب ومقرؤ به فلو أخذنا التوراة على سبيل المثال نجد لا أو لا نجد أي إشارة لكونه بلغة عبرية ما دام هو في الأصل بهذه اللغة وكذلك كل الكتب المقدسة الأخرى مرة أخرى لو كان العرب وثنيين في معظمهم كما يعتقد جل المسلمين والقرآن جاء ليحارب الشرك والوثنية في عقيدتهم لجاء القرآن بلسان عربي دون أن يشير لعربية لسانه ولو مرة واحدة وذلك لبديهية الأمر فتكرار الإشارة إلى عربية لسانه هو دليل قاطع على أن قومه عرب موحدون بالله على دين جدهم إبراهيم الخليل ولهذا جاء معظم حديثه عن بني إسرائيل والأنبياء والنصارى والمسيح وأمه لأنها لا تعني لهم شيئا إذا كانوا وتنيين إذن الأمر يختلف لو كان هؤلاء العرب موحدين بالله إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما التسميات الأخرى من يهود ونصارى إلى تمييزا عن الأصل ومحاج جواهية بحسب القرآن كون الله رب الجميع كما جاء في سورة البقرة الآية 139 و140 قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون فهؤلاء العرب الذين يخاطبهم القرآن كانت لهم عقيدة ومداهب مختلفة كلها تنطوي تحت مضلة الديانات الإبراهيمية فقبل اعتناق معظمهم بالديانة المسيحية في القرن الرابع الميلادي كانوا على نمط عقائدي يشبه كثيرا العقيدة اليهودية فكما رأينا في إحدى الحلقات لأن بعض القبائل العربية كقبيلتي قدار ونبيوت من بني إسماعيل لحسب كتاب التناخ في صفر أشعية الإصحاح 60 العدد 7 وكذلك الإصحاح 21 العدد 16 كانت تقدم الدبائح لإله إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب في بيت إيل بيت هامقداش إلى غاية القرن الأول الميلادي وهذا إن دل على شيء إنما يدل على كون هؤلاء العرب لهم عقيدة شبيهة بعقيدة بني إسرائيل وهذا ما يؤكده المؤرخ البيزنطي سوزومين قبل منتصف القرن الخامس الميلادي أن الصراصين بين قوسين العرب عبيد سارة أبناء هاجر الزوجة الثانية لإبراهيم كانت لهم عادات وتقاليد كاليهود مثل الختان عدم أكل لحم الخنزير والطهارة وغيرها من العادات والتقاليد اليهودية وحتى التقويم السنوي هو نفسه والذي يعتمد عفواً على رؤية الهلال وليس النظام الشمسي إذن كما رأينا في الحلقة التي تحدثنا فيها عن عاشوراء وعلاقتها بيوم الغفران كيبور عند اليهود فصاحب القرآن حاول توحيد هذه المداهب والديانات الإبراهيمية بالعودة بها للأصل ولا أهمية لتسميات ما دامت من مشكات توحيد واحدة ملة إبراهيم كما جاء في صورة البقرة الآياء 135 وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرك ولهذا دعاهم لهذه الوحدة مباشرة في صورة آل عمران الآية 4 60 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه الدعوة لم تلقى أي استجابة من أهل الكتاب لأن اليهود يعتقدون بأنهم شعب الله المختار ويشهد القرآن على هذه النظرة الدونية من اليهود للعرب باعتبارهم أميين بين قوسين أمميين كما جاء في صورة آل عمران الآية 75 قالوا ليس علينا في الأميين سبيل إلى آخره أما بالنسبة للمسيحيين الأمر يختلف لأن معظم العرب كانوا مسيحيين لكن دعوة محمد اعتبرت هرطقة لإنكارها ألوهية المسيح ولهذا حاولت تقرب منهم بالدعوة للمباهلة كما جاء في صورة آل عمران كذلك الآية 61 فمن حاج شك فيه بين قوسين المسيح من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وبما أنهم رفضوا التخلي عن عقيدة ألوهية المسيح اعتبروا من الكفار والمشركين كما جاء في صورة المائدة الآية 72 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخره وكذلك الآية التي بعدها إن الرفض التام لدعوة محمد من قبل أهل الكتاب بهذه الأسباب التي ذكرناها أنتجت تنافرا وصل إلى حد العداوة في آخر المطاف باستثناء فرقة من النصارى وهم النصاطرة بقرب عقيدتهم من دعوة محمد لهذا جاء في الآية 82 من نفس الصورة صورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشراكوا بين قوسين المسيحيين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى بين قوسين النصاطرة ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون إذن محمد يندر عفوا قومه العرب بما نزله الله على قلبه ويدعو أهل الكتاب من يهود ونصارى ومسيحيين للرجوع إلى إله إبراهيم دون شرك وما وقع في قلبه بتأييد وإعلان من الروح الأمين بين قوسين الروح القدس بلسان عربي لأن أصله في كتب الأولين وهذا ما تؤكده صورة الشعراء في الآيات 192 إلى 196 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وبالتالي الموضوع ليس ظهور ديانة وعقيدة جديدة إنما هي فقط إنذار ودعوة للعرب من محمد للرجوع لزبر الأولين بلسان عربي مبين نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر